بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك ربي حين قلت لنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداء وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نحن اليوم مع اليوم الحادي والعشرون مع اليوم الحادي والعشرين مع الحلقة الحادية والعشرون من هذه السلسلة المباركة قطوف دانية اليوم نذهب إلى صورة السجدة لنأخذ منها قطفا نتعلم منه ونحن نستمع إليها كل يوم جمعة تقريبا فالقرآن الكريم يتحدث هنا عن صورة وضيئة للأرواح الشفافة للأرواح المؤمنة للأرواح العظيمة هذا تصوير عجيب لهؤلاء الناس إنما يؤمنوا بآياتنا حصر الإيمان بالله ما بعد إنما من هم يا ربنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداء فقط وسبحوا بحمد ربهم فقط وهم لا يستكبرون وحين يخذ الإنسان ساجدا لا يلتفت إليه لأن السجود يأتي فجأة شوف مثلا والعياذ بالله فخر عليهم السقف من فوقهم إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلع عليهم يخرون للأذقان سجدا فالخرور هو الهوي إلى الأرض دون تفكير لأن هذا هي حياتهم وهم لا يستكبرون لماذا يستكبرون عن ماذا لماذا لا يستكبرون لأنهم المستجيبون لربهم سبحانه إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا قضوا سجداء من هم الطائعون لله عز وجل الخاشعون لجلاله سبحانه وتعالى الخاضعون الزاهدون العابدون القانتون المؤمنون الموقنون الومعون المتقون ولذلك عبر عنهم قائلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ونحن هذا في رمضان نحققها يعني إيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع كأن جنوبهم الإنسان الطبيعي ينام على جنبه الأيمن فإذا نام لا يهنأ بالنوم لأن عندما هو أهم من النوم أنا لا أدعوك إلى عدم النوم لكن كأن جنوبهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع كأن جنوبهم هذه لا تلامس الأسرة لأنهم في شغف هناك أهم من النوم ولذلك يعني يحبون دائما السجود والهوي والخضر لله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سيجد لماذا؟ لماذا في هذا الوقت بالذات؟ كأنهم أنا أقول كأنهم كاره النوم لماذا النوم؟ لأن هناك لذة المناجاة هناك لذة المناجاة مع الله عز وجل أحسن من النوم وأحسن من كل شيء ولذلك قال عنهم في آيات أخرى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تقول يعني أنت لا تريد أن ننام في الليل ونزم إلى أعمالنا في الصباح فننام في العمل من قال لك هذا؟ هل كان الصحابة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ينامون عن أعمالهم؟ وإحنا بنشتغل أصلا نحن بنوح الشغل أنت عرفين يعني لا داعي للكلام لو أننا نؤدي عملنا بإتقان لغأينا بلدنا فوق البلاد نحن في حاجة إلى إتقان العمل والصدق مع الله عز وجل والصدق مع من أعمل معهم أحبتي في الله إذن لا بد لهؤلاء الناس يعني أن يكون المدح لهم هكذا لماذا في هذا الوقت بالذات؟ لأن هذا الوقت كما قلت فيه لذة المناجاة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون قليلا تقول يعني لا ننام؟ لا البركة من الله عز وجل والذي نفس بيده أعلم بعض أساتذتنا وعلمائنا أنهم كانوا ينامون قليلا بالخمس دقائق ويستيقز يقول كأني نيم من عشر ساعات وهناك من ينام عشر ساعات ينام عشر ساعات ويستيقز يقول لم ألحق النوم لأن البركة من الله عز وجل الصحابة رضو الله عليهم في غزوة في غزوة بد القرآن يقول إذ يغشيكم النعاسة أمناة من يعني الواحد كان يغمض عينك كده وينام لحظة يستيقز كأنه نايم من يومين احنا بننام بالعشر ساعات وكأننا لم ننام البركة هؤلاء لذلك شوف نص القرآن يقول لماذا هؤلاء يستيقزون مبكرين نقول قبل الفاكر بنص ساعة مش هقول لك بساعتين لماذا يدعون ربهم خوفا وطمع يدعون ربهم خوفا وطمع خوفا من وطمع مما عنده في الدنيا والآخرة ثم يقول سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون نحن في رمضان شهر الإنفاق ومما يقول من جيبك يا حبيبي ومما رزقناهم بالعظمة والقوة لهذا كان جزاؤهم لا يعلموا إلا الله عز وجل جزاؤهم كبير جدا لذلك ماذا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قضرة أعين فلا تعلم نفس ما في بشر ولا مخلوق يعلم الجزاء الذي أعدى لهؤلاء لماذا يا ربا جزاء بما كانوا يعملون لهذا كان الجزاء عظيما بهذا الشكل ولنتأمل ولنتأمل يعني حوار كده أو موزنة بين اثنين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة رجل رحمة ربه قل يا ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أحبة في الله إن الذين تتجافأ جنوبهم عن المضاجع أصحاب قلب حي إذا سمع آيات الله عز وجل تطلع عليه ينسى دنياه إذا سمع الله أكبر ينسى دنياه ما رأيكم فينا الآن ينسى الشهوات ينسى النساء ينسى البنين ينسى القلاطير المكنطرة من الذهب والفضة ينسى الخيل المسومة ينسى الأنعام ينسى الحرص فقط عند شيء يتفكر يتدبر يتأمل يخضع يخشع ينصد يستمع ويطبق هؤلاء أصحاب القلب الحي أصحاب القلب الحي الذين مدحاهم رب العز قائلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هؤلاء الناس قارينوا بين هذه الفئة وبين أصحاب القلب الميت الذي يسمع آيات الله تتلى عليه أماء الليل وأطراف النهار تجدوه محريضا عنها لا يتكلم ولا يلبي بل هناك أناس بيوتهم بجوار المساجد لا يدخلون المسجد يسمعون النداء ليلة نهارا ولو يلبون نحن في رمضان أحبتي فرصة للتوبة فرصة للعودة إلى الله عز وجل فرصة للإنابة فرصة أن نكون ممن قال الله عز وجل عنهم إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ماذا يحدثون مجرد سماع الأزان أو سماع الزكر على طول يلبون لله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفينا وفي المسلمين أجمعين وأن يتقبل منا الصيامة والقيامة وقراءة القرآن وأن يجعلني وإياكم وآبأنا وأمهاتنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من أعتقائه من النار ومن المقبولين في هذا الشهر العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر